السلام عليكم مشاهدين أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة المباشرة من برنامج صحتك لباس والتي نقدمها من استوديوهات قناة المغاربية في لندن نتحدث اليوم مشاهدين عن الذكرى السنوية للتوعية بمرض السكري من كل عام مثل هذا الوقت تقريبا تبدأ هذه الحملة حملة التوعية والحملة التثقيفية كما يسمونها بمرض السكري ومضاعفاته وكيفية الوقاية منه أو السيطرة عليه لهذا الموضوع الهم جدا نرحب بضيفنا الدكتور جعفر علاوي استشاري أمراض السكري والغدد الصماء في جامعة لندن أهلا وسهلا بك دكتور شرفتنا ونورتنا كيف حالك وإخبارك الله يسلمك نورت القناة ونورتنا دكتور يعني ذكرى سنوية تهتم بالتوعية يعني بعض الدول اهتمامها بالتوعية بمضاعفات هذا المرض والتثقيف حوله تقتصر على أيام محددة في السنة بينما هناك دول تهتم على مدار السنة بالتوعية بهذا المرض يعني لماذا دكتور؟ هو الحقيقة مرض السكر يعني الآن أصبح وباء وفي أكثر بلاد العالم يعني مش بس بالأوروبا وعندنا في العالم العربي والشرق الأوسط ويكلف المؤسسات الطبية الصحية الحكومية والمريض مبالغ طائلة يعني علاجه مش هو مثلا عند التهاب زلوزتين أسبوع ويطيب هذا لازم يأخذ علاج طول العمر وعادة يلازم يعني يكون معه مرضين آخرين الضغط والكوليسترول الدهن ولذلك المريض يتحمل أعباء الحبوب والعلاج لفترات طويلة وطول العمر وفي بعض الأحيان أيضا يحتاج الإنسلين فلازم يحقن الإنسلين في بعض الأحيان مرة باليوم إلى أربع مرات في اليوم فتكاليف علاج المرض كبيرة مضاعفات المرض لا سمح الله العين إصابة العين إصابة الكلا إصابة الكبد الجهاز الهضمي أيضا العصاب الجلطات الدماغية القلبية إلى آخره مع ضعفات كثيرة بتر الأقدام أيضا تكاليفها باهضة تكاليفها إلى المؤسسات الصحية إلى المواطن وبعدين تعرفين يعني مثلا مواطن لا سمح الله صار بتر للقدم فهذا معناها صار رجل مقعد تقريبا أو لازم يغير عمله إلى آخره يخسر عمله أكيد يخسر أمور كثيرة فأحنا الآن للأسف الشديد في أكثر دول الشرق الأوسط لما وصلنا إلى الوعي الكامل والثقافة الكافية أنه كيفية نتخلص من هذا المرض وقائيا هو ممكن إذا في توعية بالإعلام وطبعا هنا نشكر لكم أليك اللي أخي توجدان الله يحفظكم حقيقة أنه له أهمية هذا الإعلام الطبيب الوحدة ما يقدر يوصل المعلومة إلى عدد كبير من السكان بس بطريق الإعلام طبعا نقدر يعني مثلا الآن أكو رح يصير برامج سنوية في منظمة الصحة الدولية منظمة السكر الدولية في مركزها في برسلز في بلجيكا لهم برامج خاصة ولها مراكز أيضا في بعض الدول العربية مثلا في الإسكندرية في مصر عندهم مركز في عمان الأردن فصار في مراكز لمنظمة الانترناشنال دايبيتس فدريشن منظمة الصحة الدولية لأمراض السكر ومنظمة الصحة الدولية الـ WHO هذين المؤسسات الآن تدعم دول الـ كيف تدعم من خلال حملات توعية؟ حملات توعية حملات الصحافة الإعلام وأضافة وهذا طبعا لكم أيضا لا بأس بها أن تتصلون بهذه المؤسسات لأنه عندهم المكتب العربي جميل لماذا؟ اللي تقدرين أنت أيضا تتصلين فيهم وهم يرشدوكم إلى كيفية التعاون معكم ممتازة للبث المعلومة نعم دكتور جعفر هل بالفعل موضوع التوعية ونشر الوعي بين الناس لا يكلف الدول كثيرا بقدر العلاج أقصد هناك فرق كبير هل لهذا السبب هناك حملات توعية على مدار السنة في الدول الغربية حتى يخففوا ربما ميزانية العلاج الباهض لهذا المرض هو العلاج والألم يعني الإنسان يفقد العين يفقد الكبد يفقد الكلا هذا تدري أن تأثيره كبير إنسانيا كثير يعني أنت كطبيب الواجب ليس علاج إلا واجب وقاية الوقاية خير من العلاج يعني إذا نعرف طفل يأبر الشارع أحسن نوقف أحسن مصير أكسيدنت هو يتعذب وأهله وسواق الكاميون يتعذب فالوقاية خير من العلاج الوقاية في مرض السكر أصبحت ممكنة لدرجة ما الوقاية تعتمد اعتماد كبير على نوعية الغذاء وعلى الحركة والآن بالفترة الأخيرة عدم مرض السكر من النوع الأول الذي يحتاج الإنسلين في النوع الثاني الذي هو أكثر شيوعا أكثر انتشارا وهو النوع الثاني الذي ممكن علاجه بالغذاء والحبوب وهذا أيضا ممكن يصير تداخل في الفترة الأولى لنفرض أن عائلة لديها الأب مصابة أو الأم مصابة ممكن أن الأولاد يتربون بطريقة أن نمنع عنهم مرض السكر بقيهم من هذا المرض الوقاية نعم وذلك بعدم رفع الوزن إلى معدل التكرش من البطن أيضا أصبح خطر النقصان فيتامين دال نحن ولو بلادنا حارة وفي شمس بس لو تأخذين الآن إحصائية في الخليج العربي أجروا إحصائية دراسة على المواطنين أطفال وكبار وسيدات ورجال لاحظوا أنه عندنا نقصان كبير في فيتامين دي علما أنه نحن نسكن في مناطق تكثر في الشمس نعم وهل لنقص فيتامين دي علاقة بمرض السكر نعم نعم الآن يعني الآن طبعا كلما يتطور الطب نكتشف أشياء أكثر لكن الآن المعروف لدينا ثابت علميا نقصان فيتامين دي التكرش أو السمنة وقلة الحركة يعني أو قلة الحركة هو الحقيقة في التاريخ وصفت هذه مو في الشي غريب الحركة بركة والوزن السمين يعني فهذا هو الحقيقة التي تستهدفها من نوعية التوعية الوطنية والتوعية العالمية موضوع انتشار مرض السكري بنسبة كبيرة ومرتفعة هل يعود أغلبيته للوراثة أم هناك أمور أخرى في نمط الحياة والله هو كل عربي معربي نعم مصاب بمرض السكر حتى يثبت العكس هذا للعرب والعناصر السامية أيضا يعني العناصر الأمازيغية العدل أخوة الأكراد لأن ذلك عناصر آرية بس العنصر السامي بالذات اللي يمتد من اليمن إلى المغرب ومن المغرب إلى البحرين فيها عناصر احنا كثيرا عندنا غير العرب هما السامية هذه العناصر السامية كلها مصابة بمرض السكر حتى يثبت العكس حتما هذا ما فيه لماذا نمط الحياة دكتور أسلوب الحياة لا أعتقد هذا من ناحية الوراثة السؤال التينية بالضبط ما نعرف غير معروف لدينا ليش أيضا أقوم شعوب أخرى مش بس شعوب السامية الهنود الحمر اللي عاشوا في الوطن الأصلي لأمريكا أيضا هؤلاء معرضين للإصابة مارض السكر بشكل كبير الشعوب المواطنة في جزر نيوزيلندا وأستراليا الناوروز والأوبرجينيز أيضا هذول 50% مصابين بمرض السكر يعني مصابين أمهم أكثر عرضة أكثر عرضة ولذلك هنا تلعب الوراثة دور يعني أكو شعوب معرضة يعني احنا مثلا في البلاد العربية عندنا نسبة الإصابة قد تصل إلى 30-35% بينما في أوروبا بين 5 إلى 10% نعم هناك توعية وهناك نظام وأكو حركة وأكو يعني الشعوب الأوروبية شعوب متحركة أكثر من عندنا ولكن لأن العربي أيضا اتغيرت نمط حياته اتغير من البداوة إلى الزراعة إلى المدن فكان الإنسان البدوي والعربي الفلاح يعمل علشان يعيش يتحرك يتحرك الآن الكمبيوتر أمام فاتغيرت الآن هذا موضوع النقاش كيف توعية المواطن للوقاية من المرض نعم اسمح لي دكتور جعفر نبدأ بأخذ مشاركات مشاهدين الأفاضل معي من الجزائر من أم البواقي أم فراس سلام عليكم أهلا سلام عليكم أهلا وسهلا بيك أهلا بيك تفضلي السلام عليكم تفضلي أختي تفضلي نسمعك عطينا شوفي نقول هذا أنا نزل مئة وعشرة كيلو قرام يعني بصدق لي زماني قالوا لي نلقى نتفق نتعي 10 قرام طمص والساعة نخرين نلقى 75 75 قرام وعطينا 75 وعطينا وعطينا لا أستطيع أختي لها كيف يعني وعطينا أم فراس ابقي معنا يمكن الدكتور حابب تسألها أنت ذكرتي أنه زاد وصنك 10 كيلوات 110 كيلو 110 كيلو أي نعم وشو مشكلتك بالنسبة للسكري إذا كانت زوزو ونص للأسف أنا مفهمتش يعني هي ما كانش واضح بالنسبة إلها يعني عملت يبدو فحوصات ولا تتأكد من صحتها نعم أختي أم فراس بالنسبة للحسابات طبعا مش بس بالنسبة للحسابات الحقيقة بالنسبة للمرأة العربية المرأة المغاربية المرأة الشرقية أنا لو نسأل أختي أم فراس قبل الزواج أو قبل ما كم كان وزنها تلاحظين أن كان وزنها 60 كيلو غرام أو ممكن أقل أو أقل الآن هي 110 نعم فهذا من الطبيعي يصير عندها سكر يعني هذا مو لأنه الأعضاء ما لها القلب مالها صمم على شأن يدير حركة جسم وزنها 60 كيلو غرام الآن القلب والكبد والبنكرياس الذي يعدكم الآن بالشاشة على وزن أكبر على وزن 110 يعني دبل دبل فكيف ما ممكن فهؤلاء كلهم عادة فالمشكلة الأخت عن فراس الوزن 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 الطريقة الوحيدة أنه الأكل المغربي العربي بس شيء ممتاز ولكن للأسف كثرة الدهن أحيانا الكمية أيضا تلعب دور الكمية تلعب دور لكن المشكلة الزيت نعم الزيت في الزيت يعتبرون أحنا عدنا مشكلة يعتبرون الزيت الزيتون مادة صحية هو نعم هو صحية إذا تقيسي بالزبد ولكن كمية يعني كل شيء ممتاز يعني كل شيء يزيد عن حد ينقلب ضده طبعا نعم على كل حال انفراس يعني إذا بإمكانك أن تتصل لمرة أخرى فقط لتوضيح مشكلتك ونأخذ مكالمة من الجزائر من الأخ حليم السلام عليكم السلام عليكم أهلا وسهلا السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم تفضل أخي أخ حليم أرجو أن تسمعني من سماعة الهاتف أهلا وسهلا بك اسمعني من سماعة الهاتف أخ حليم أخفض صوت التلفاز لو سمحت تفضل تفضل أخي عندي سؤال فقط تفضل عندي سؤال فقط فيما يخص المحارض السكري نعم نعم إني أسمعك جيدا يا أخت تفضل نعم أخطيح بيت برك نشقشيك على المحارض السكر عندي أبي عنده كتر من عشرين سنة هو محارض السكر نعم ونبعد أخطي المشكل أن بابا ما يحضرش على الصحة ديالون بعد شحان لما اخترت نفنشبت السكر فأنا خفيت بشفة مفاجئة ونراجع إلى عدة أسباب يلا مبالات نريد حنا لما نقوم بإجراء تحلية الدم نحاجد 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 تنخفض بسرعة فائقة نعم أنا أريد فقط أن أسأل أخي الدكتور عن النصيحة الممكنة التي قد يقدمها لي الممكن تكون مفيدة لأبي شكرا جزيلا شكرا جزيلا أخ حليم ونتمنى أن يستمع الوالد أيضا لنصيحة الدكتور جعفر إذا كان موجود معك طبعا أكيد فهمت نعم نعم أولا شكرا أستاذ حليم بارك الله بك بالنسبة للوالد المرض السكر فترة طويلة عنده سكر أعتقد قال أكثر من 20 سنة أكثر من 20 سنة فهو الآن المفروض يعني في هذا يعني المفروض يكون على إنسلين عشرين سنة الحبوب بعد مفعولها يكون قليل نعم السكر هبوط نسبة السكر في الدم يعني هي المشكلة وهو ده يهبط عنده نعم بشكل سريع ده يهبط بشكل سريع لأنه نوعية التحرك الجهاز المعوي بعد عشرين سنة أصيب فالمفروض الآن يعملون دراسة إلى عملية وظائف الجهاز الهضمي عند نوعية الغذاء هو دياكل جلوكوز مادة سكرية في الغذاء المفروض يكثرون من الفايبر من المواد الخضار الألياف الألياف فعلاج والده يتركز أنه نوعية الحبوب التي يأخذها تبعية نعم لأنه قسم منها تمتص بسرعة وقسم منها يمتصها الجسم بسرعة فمفعولها سيكون سريع وبعد عشرين سنة حتما الآن العلاج ليس صحيح لأنه بعد عشرة سنوات أكثر المرضى يتحولون على أبرى وحدة من الإنسلين الحبوب بعد ما تكون شغالة ولكن المشكلة ذكر أن والده لا يبالي يمكن في طريقة نوعية نوعية الأكل ربما إما الأكل لازم الأكل ينضبط لازم يعملوا لجهاز يسووا لها بيريوم ستديز يعني يعملوا لدراسة لعملية وظائف المعيدة هاي الدكتور طبعا الدكتور بعدين عنده هو طبعا لازم يفحصوا لعين والعصاب والقدم ممتع لأنه فترة طويلة طيب دكتور يعني شو السبب أنه يصير هبوط مفاجئة بالنسبة السكر في الدم العلاج ما هي أسبابه أسبابه أما الإنسلين يعني يحقن الإنسلين وما يأكل فيصير هبوط هاي السبب الرئيسي أو في نوع من الحبوب اللي هي من مركبات السلفة سلفة ناليورية أيضا عملها زي الإنسلين نعم فأيضا تسبب هبوط ولكن المريض عليها أن يتوقع هذا الهبوط لأن الهبوط سيء وقد يأثر على الدماغ فلذلك ننصح المريض أن يأكل ست وجبات في اليوم يعني الأفطار ويأخذ بين الأفطار والغذة سموها سناك وجبة صغيرة وجبة صغيرة يعني قطعة فواكه لبن يوغرط فست وجبات على أساس للحفاظ على عدم ارتفاع وهبوط السكر وأنا أعتقد هذا يصير عنده أعتقد والده على الإنسلين هل ممكن مثلا أن تكون في بعض الأعراض التي تأكد أنه سيحدث عنده هبوط نعم هو طبعا يصير كثرة التعرق مثل الغواش العين الرجفان الرجفن وبعدين الدوخة والآن يصير قد يؤدي إلى الأغماء ولذلك الآن علاج والده وأنا متأكد والده على الإنسلين الآن نوعية الإنسلين طريقة علاجها بها إذا تاريخ الإنسلين لأن كثير عندنا الآن في العالم العربي الإنسلين منتهي المفعول ماله وصار ميم مقطر نعم نأخذ اتصال من الأخ ميمون السلام عليكم وعليكم السلام أهلا وسهلا بك تفضل لك السلام بيكون شيء خطير الله ينورك مرض السكر عند دكتور بشي سفيع نعم يسمعك تفضل أهلا وسهلا أخو لع imperم عنده متشاعد من الأرجل اليمنى الرجل اليمنى ميمة ما مبرس من حق يعني عنده جروح عنده جروح عنده شروح في الأرجل اليمنع نعم نعم ولكن أدركها قداش اليوم عنده غريب شهر ولا شهرين مريعش منهم يعني ما يقدرش يمشي عليها يمشي عليها نعم وما يقدرش مشي عليها والسكر الضاح يطلع عليها يطلع بزاق ويهبط حتى يده يخبط حتى اللوبيطان يعني يطلع يرتفع بشكل مفاجئ ويهبط بشكل مفاجئ وعلى طيب كم عمره كم عمره لو سمحت عمره في تسعة واربعين تسعة واربعين سنة دكتور بتحب تسعة واربعين سنة يطلع له الصبر ويهبط ومش قادر داع دائما ومش قادر العمل نعم سلامته ألف سلامة شكرا أخ ميمون تسمع الإجابة من الدكتور مباشرة نعم شكرا بالنسبة لأخ ميمون طبعا السلام عليكم أخ ميمون بالنسبة لأخوك الجرح ما يبرع لأنه الدم ما يوصل إلى القدم مثل ما كان سابقا ولذلك يجب أن يعمل التصوير صوتي إلى شرايين الساقين ويعمل أيضا تخطيط للعصاب المهم يحتاج أخوك إلى تخطيط للعصاب لأنه الجرح اللي موجود في ساق رجل أخوك لو كان مو مصاب بالسكر ما غير مصاب بالسكر كان الآن يصرخ من الألم ولذلك لأن العصاب أصيبت وأوعية الدم أصيبت إن شاء الله ما يكون يدخن أخوك فإذا يدخن التدخين أيضا سيسبب له متاعب أكثر فعلى أخوك أن يعمل تصوير للشرايين بالصوت تخطيط للعصاب القدمين ويعمل تحليل السكر التراكمي ويعمل تحميل تحليل الكوليسترول وإذا كان يدخن لازم يترك الدخان طبعا من خلال هذه المشكلة أخ ميمون هنا نتحدث عن مضاعفات مضاعفات مرض السكري عندما تصل المرحلة إلى إصابة القدمين والجروح التي لا تخف بسرعة تحتاج إلى وقت ربما حتى تلتأم ما تبرى ما تبرى في حال الأحوال هنا نتحدث عن مريض السكري والقدمين كيف يمكن أن يعتني بقدمين الاعتناء بالقدمين جدا مهم بالنسبة لكل مصاب بالسكر أولا ما يجوز أن يشتري حذاء جديد ويلبسه يوم طويل لازم يكسر القدم الحذاء في فترة بسيطة لماذا حتى تتنفس القدم؟ الحذاء يكون طري نعم كعب الحذاء يجب أن يكون من البلاستيك الثخين إذا كان هناك حصى أو شيء لا يضرب للأجرين نظافة القدم يجب أن تنظف كل يوم وتنغسل وتنشف ويستعمل الدهن مثل نيفيا كريم بحيث لا يجب أن أصابع القدم وأخيرا الأظافر القدم لا يجوز تقليمها بشكل قريب جدا يعني بشكل بعيد يعني خليها طويلة شوي ما يدخلها على اللحمة بشكل لأنه إذا أصيب الجرح بعد علاجه مثل ما للأخ ميمون ما يطيب بسرعة فضروري أن الحذاء لازم يكون مريح الجوارب تكون مريحة نظافة القدم وبالإضافة تنشيفها وبعدين بالإضافة إلى هذا قبل لازم يتدرب المريض قبل أن يلبس الحذاء يدخل إيده فيه علشان يشوف إذا فيه حصى أو لا يكون لأنه لا يشعر فيها لأن المريض يفقد الحس في القدم عندما تصاب الأعصاب نعم ولذلك في بعض الأحيان المريض لا يعرف أصابيه إلا فقد الحس أو لا يشعر أنه أصيب أو بالضبط إذا كان فيه حصى أو مادة غريبة في الحذاء تجرحها هو معارف فأحنا نعلم المريض أنه قبل أن يلبس الحذاء يصير شي طبيعي بالنسبة له يدخل إيده أول لا يكون فيه حشرة أو فيه حصى يمكن أن يكون أي شيء نعم ويكون الحذاء مريح نعم عندما يصعب على مريض السكري أن يمشي هل لها حل هذه الإشكالية؟ طبعا لها حل نعم نعم في أوروبا في بريطانيا يتعلمون المريض السباحة يتعلمون أن هناك حذاء خاص يسمون إيركاست يعني الإجر لا تلمسك بالأرض فإذا عنده جرح مثلا لا نقول له قبل الفراش لا تتحرك لا يجوز فإنطوح هذا النوع الذي يشبه تخيم يكون عريض تحت وفي الهواء يعني إجري مطق في الأرض هذا عملي نعم طبعا إلى أن يشفى يعني لازم يتحرك لكن بالنسبة للمصاب بالسكر هو انغلاق وتضييق الشرايين تقصد الشرايين الشرايين للقدمين فهو بالنسبة للمريض يجب أن الشرايين لا تنفحص الأعصاب تنفحص السكر يكون مضبوط والكوليسترون مضبوط وضغط الدم مضبوط وهو عنده مشكلة بالسكر في ارتفاع بولك بالارتفاع طبعا لأنهم علاجة لا مضبوطة يعني نحن إلى حد الآن هي ثلاث نقاط في علاج مرض السكر مهما كان العلاج حبوب رياضة إنسلين العلاج يجب أن لا يرتفع السكر بعد الأكل هذا هو هذا مذهب السكر يعني قاعدة تنطبق على الجميع قاعدة على كل المرضى لماذا لكان بيكون في إشكالية بيكون في صعوبة تفهم أحيانا لدى مريض السكري في قراءة مثلا عند الفحص يعني الأرقام الأرقام تختلف من بلد إلى بلد يعني في الشمال الأفريقي يقولون جرام في أوروبا مليمول في البخليج العربي مليجرام نعم فهو الطبيعي الطبيعي من 75 إلى 110 في مرض السكر لا يجوز أبدا أن يطلع أكثر من 150 بعد الأكل بساعتين إذا طلع معناها العلاج غلط أو الأكل غلط أو الحركة غلط ولذلك المريض هو الطبيب هذا مرض السكر ما إلا طبيب يعني هو المريضة طبيبة يعني هذا موش المريض هو طبيب نفسه أيوه يعني مو الضرس مشكلة ونشلعها ونخلص المشكلة أن المريض يصعد عنده السكر إذا فرحان إذا عنده مشكلة مع الضريبة يصعد يصعد صحيح في كثير أشياء ترفع للضغط على كل حال دكتور نأخذ مشاركة من قسنطينا في الجزائر من الأخ فؤاد السلام عليكم أخ فؤاد يبدو فقنا الاتصال بإمكانك أن تتصل فؤاد وأيضا مشاهدينا بإمكانكم أن تشاركوا في حصة اليوم لكن بعد هذا الفاصل القصير ابقوا معنا مشاهدينا أهلا وسهلا بكم من جديد نرحب بضيفنا الدكتور جعفر رعلا واستشاري أمراض السكر والغضة الصمام أهلا وسهلا بك دكتور أيضا نرحب بمشاركاتكم مشاهدينا الأفاضل عبر الأرقام المبينة في أسفل الشاشة نذكر بموضوع حصة اليوم خصصنا حصة اليوم للحديث عن الذكرى السنوية للتوعية بمرض السكري مرض يزداد انتشاره للأسف ربما لضعف المعلومات لدى الناس حول كيفية الإصابة به دكتور أحيانا مهما قدمنا من معلومات من خلال هذا البرنامج نشعر أن هناك نقص كبير في موضوع فهم هذا المرض تحديدا إذا كان من قبل المريض نفسه أو من قبل من حوله في الأسرة والعائلة كيفية التعامل مع هذا المرض وكما ذكرت في البداية هو ليس بمرض انفلونزا أو له علاج سريع خلال أسبوع يشفى منه كيف يمكن أن يتعايش الإنسان مع هذا المرض والله هو يا أختي الفاضي لأنه احنا عدنا في اليوم أنت تقدمين برنامج تكلموا معاك من كل الجزار من قسطنطينة إلى وهران إلى المهم أنه احنا الإعلام الإعلام كل المؤسسات الصحية في العالم العربي من المغرب للبحرين يجب أن نركز على الإعلام وندعم الإعلام نعم لأننا لا نستطيع لدينا المشكلة في العالم العربي يعني مستوى القراءة غير كافي المواطن العربي للأسف الشديد التربية ليس مثل الأوروبي يعني فيه مكتبات ودراسة وقراءة يعني مستوى القراءة أقل من ما هو مطلوب ولذلك كيف أوصل المعلومة كيف أوصل للإنسان أقول له أنه هذا الطريق لا تستلك هذا الطريق فيه خطورة ما عندي غير الإعلام والإعلام الآن أصبحت تلفزيون صحيح فإذا نقدر أحنا نوصل هذه المعلومة أنه مرض السكر إلى مجال الوقاية إذا ما تعالجه بطريقة مضبوطة راح نصاب بمشاكل المشكلة أنه كيف تقنعين المريض أنه يلتزم بالعلاج لأنه مرض السكر لا ألم فيه يعني ما فيه ألم فكثير من المرضى حتى هنا في بريطانيا يقول الدكتور أنت ليش تريد تعطينيها أبار ليش تريد تعطيني حبوب أنا ما عندي مشكلة وأن ما ارتفاع السكر سبب مشاكل يعني ما فيه يعني لازم المريض يوعي ولازم المريض يكون عنده جهاز يفحص الدم والفحص بعد الأكل ليس قبل الأكل يوميا هذا يوميا يوميا يوم بعد الفطور يوم بعد الغداء يوم بعد العشاء ويعرف أن هذه الفحص ما هو المطلوب منه أنه لا يجوز أن يرتفع السكر بعد الأكل أكثر من 150 اسمح لي دكتور جعفر نأخذ اتصال من الجزائر الأخت رادية السلام عليكم وعليكم السلام أهلا وسهلا تفضل يا أختي السلام عليكم سقسيك تفضل أنا عندي أخي عنده التهاب النخاع الشوكي مهم وعنده بزيف هو مريض بالمرض هذا أسكع عنده دوله ما عندهوش نعم هو هذا يعني مش موضوع حديثنا هل هو يشتكي من هذا الالتهاب منذ مدة؟ منذ مدة نعم كم عمره؟ ثلاثين سنة ثلاثين سنة ثلاثين سنة يعني نحن اليوم خصصنا موضوع الحصة للحديث عن السكرية ومضاعفاته ونتحدث عن التوعية يعني في هذا الموضوع لكن إن شاء الله سوف يكون لنا حصص أخرى للحديث عن هذا الموضوع أشكرك أخت رادية شكرا جزيلا نأخذ اتصال من فرنسا الأخت أمال السلام عليكم أمال أمال الأخت مجدان أنا بويت نحط سؤال تفضلي تفضلي أختي أنا عندي 56 سنة نعم ودرت عد التحاليل يعني على السكر ما قالوا لي ما عنديش يعني تحاليل تعي طبيعية نعم المشكلة نتعي هو أنني ناكل بزيف ناكله وما نشبعش خلاص ما ناكلش عن الدهون وما ناكلش هذا الحواج بس حناكل ما ننجوع نعم ديما نجوع نعم عيد نفهم ناكل واش ناكل ما نشبعش دائما عندي رائحة ناكل نعم ولكن تاكل أكل صحي طبعا نعم ناكل أكل صحي نعم دائما نستعمل الخضار لا ناكلش الدهون دائما نحي دقراس من الحم من نحي لا ناكلش دهون أصلا لا ناكلش السكر هذا الريض ديما نستعمل العسل ولا تمر نعم يعني كم مرة تأكلي في اليوم ناكل دائما دائما نجوع دائما نجوع تشعر بالجوع نعم نعم في بعض الأحيان التهاب المعدة يسبب الجوع الكثير وهذا موجود الآن في كثير يعني هذا ما لا علاقة بالبلاد العرب يسموه هليكوبكتر بايلوري نعم وهذا الالتهاب يسبب الجوع الكثير وتحليلها سهل يعني تحليل الدم أو تحليل بالتنفس فتحليل واحد هليكوبكتر واحد يتذكر اسطائرة هليكوبتر نعم إذا طلبتها من الطباء ما هي عملها هي في فرنسا طبعا هي في فرنسا ما في مشكلة أخت أمال أحضار عن anal صحدي عام بنظار يضع ممتاز وزنك زائد عندي أزوار 67 كيلو كوائس لا وأزوار وبإ Jazz يقول أنني حامض في المعدة حرقة حرقة في المعدة الحرقة في المعدة على أكثر عندها الالتهاب شكرا لك يا أخت أمال على مشاركتك معنا وبالفعل هي مشكلة أن الواحد يشعر بالجوع بشكل مستهر هي هيليكوبكتر بايلوري مشكلة في المعدة أو ربما في القلون ولا هي في المعدة في المعدة وإذا تقدر يعالجوها علاجها سهل حقيقة ولكن يجب فحصها طبعا لازم يشخصون التشخيص ليس على التلفزيون ولكن هو على أكثر هيليكوبكتر بايلوري موجود كثير دكتور كنا نتحدث عن مريض السكري وكيف يمكن أن يتعايش مع هذا المرض كيف يمكن للأسرة أن تتعامل أيضا مع هذا المرض هل تعتبره شيء طبيعي أم هناك أمور خاصة يجب أن تهتم فيها لتتعاون مع المريض نعم طبعا الأسرة ضروري كل شيء تتعاون يعني في كتابات عن عائلة العلاقة علاقة العائلة بالمريض والمريض بالعائلة يعني الأم بالذات هي اللي تنصاب بالصدمة الكبرى والمسؤولية تقع عليها بشكل أكبر المسؤولية طبعا عادة تقع عليها وذلك إذا كان عندها أحد أطفالها لا سمح الله يصاب بمرض السكر فهي تكون المعلمة وهي تكون الأم وهي تكون الأب يعني هي تحرص على فحص السكر بالدم وهي اللي تحقن أبرة الأنسلين وهي لازم تعامل هذا الطفل مثل بقية أخوانا ليس بعطوف واستضعاف وأيضا إذا الطفل يريد يأكل شيء من الحلوى يعني الشوكولات أيضا يسمحوله شوي فعلاقة المريض بوالدتها تصبح كلش علاقة ممرضة وعلاقة أم وعلاقة طبيب وعلاقة غيره فعلاقة نعم متينة الأم أيضا بالإضافة على هذا يجب أن نتدرب المعلمات في المدرسة في المدرسة لأنه في بعض بلأخص في بلادنا المستوى التعليم عن مرض السكر قليل فيجب على الأم أن تروح إلى المدرسة وتعلم المعلمة أنه لو الولد الطفل يبغي يترك الصف الدراسة ويطلع للبر لكي يأكل آيس كريم أو حلوة لازم يسمحوله نعم ينطوه شوية دبلوماسية في التعامل مع الطفل المصاب بالسكري لأنه الطفل يعني يكون له معاملة خاصة معاملة خاصة في المدرسة يسمحوله يأكل في أوقات غير صحية يعني لأنه إذا صار عنده هبوط يسبب مشاكل كبيرة للولد يعني الأطفال لا يلعبون معه والمعلمة تبدأت خاف وهو أيضا يشعر أنه معزول مختلف وهو مريض بينما مرض السكر إذا عولج بالطريقة الصحية هو مو مريض يعيش طبيعي يعيش طبيعي ويكبر ويتخرج ويدرس بالجامعات ويتزوج ما في مشكلة لكنه هنا أيضا أركز على التوعية على المريض أن يقرأ ما يجوز أنه يقول عندي يصير هبوط هبوط ليش؟ أنت تتأخذ إنسلين يسبب هبوط تأخذ غلوكلازاي يسبب لك هبوط فالمريض يجب أن يقرأ نحن أكثر مرضانا لا يقرأ البروشور في علبة الدوام فقط يشرب الدوام بشكل مباشر يعني ما احترامي للمواطنين كثير من مرضانيين يقولي أنا أخذ حبة زرقة وحبتي أنحمر وحبة خضرة هذا كيف العلالة ما يجوز نعم اسمح لي دكتور أخذ اتصال من الأخ محمد من الجزائر سلام عليكم سلام عليكم أخ محمد أخ محمد أهلو تفضل تفضل بالمشاركة أهلو أنت على المباشر أهلا وسهلا تفضل سلام عليكم وعليكم السلام وعليكم السلام أهلا وسهلا وعندي السكر وسهلا عندي كشيات أهلو نعم نسمعك تفضل تشرب حبوب نعم عندي كشيات دياباك 4 نعم يعني تأخذ حبوب 80 ما بعرف دكتور هيمس طلحة تفهمها نعم لا يوجد خطرة يطلع لي وطهر يطلع لي وطلع لي ولا يطلع نعم 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 ويطلع ويطلع مرات يطلع ومرات يهبط نعم شكرا لك أخي محمد بس بالنسبة إلى الحبة هي تسبب صعود وهبوط يعني طبعا هما علاجات يعني نوعية الدواء هي اللي تسبب الهبوط والارتفاق نعم فالحبة اللي يأخذها ده يأخذ جرعة كبيرة يأخذ حبتين صباها ومساء فهي يجب أن يأخذ ما يسمى في بلاد العرب الحبة الداعمة تدعم اللي هي القلوكوفاج أو المتفورمين هو ده يأخذ قليكلازايد القليكلازايد أو الدايمكرون يسبب ارتفاعه هبوط ولذلك يعني علاجة يجب مراجعتها يعني الحبوب ما أقدر أقول لها وقفها بالتلفزيون لازم يشوف المتخصص لازم يشوف المتخصص ويقول لها أنا راقب في التلفزيون طبيبي يقول أنه أنا قليكلازايد الحبوب تطلعها وتنزلها تهبطها فعلشان يراجعوه لأنه هو يرتفع مع الأكل وبعدين يهبط هبطة قوية بعد لهذا فيجب أن ينطوه حبوب أما طويلة المفعول مثل هو نفس الكمية اللي يأخذها بس الحبة يسموه SR يعني Slow Release أو Modified Release MR من نفس النوع بس تشتغل على 24 ساعة إذن استشارة الطبيب مختص ويشرح له أنه الدواء يفعل كذا حتى يغير له نوعية يغير للنوعية النوعية نعم يعني هناك اتصال على ما أعتقد فقدنا أمفراس عادت مرة أخرى ولكن فقدناها أعذرنا يا أمفراس حاولي أن تتصلي مرة أخرى دكتور أحيانا عندما تكتشف الأم أنه ابنها مصاب بالسكري هناك صدمة تحدث في العائلة أكيد العلم تطور وحضرتك الطبيب يعني تعالج هذا المرض لسنوات عديدة ولديك خبرة طويلة في هذا المجال فبالنسبة لك ربما أنه هذه مسألة عادية ممكن التعايش مع هذا المرض ولكن عندما العائلة تصدم بأنه عندها طفل وصيب ربما عن طريقة الوراثة أو أي طريقة أخرى يعني كيف يمكن أن نساعدها بإعطاء بعض النصائح أن هذا الشيء قد يحدث لأي عائلة أو أي إنسان تمام هنا أنا دكتور الموضوع أصبح سؤال جدا هذا مهم حقيقة وبدون التحييز إلى المرأة أو الرجل المشكلة الكبرى عندنا الآن هي إصابة الطفل الرجل أما يتحمل المسؤولية أو لا يجوز إذا الرجل اللي رح يظل يتهم الأم أن الطفل هي سبب الإصابة ما رح ننجح في علاج الطفل وإذا الأب دائما يستمر بحط الضغط واللوم على الأم إحنا معناها خسرنا المعركة وخسرنا الطفل وخسرنا الطفل فالأب يجب أن يتحمل 99% من المشكلة إذا انهزم معناها خسرنا المعركة هذا من تجربة 40 سنة أنا الآن أتكلم معاك لأنه عندي أنا مشكلة كيفية أن أقنع الرجل أن يحترم زوجته بالنسبة للطفل ممكن نحكي عن هذا الموضوع اسمح لي دكتور لكن نأخذ اتصال حتى لا ينقطع الخط الأخ مرزوق ينتظر معنا عبر الهاتف أهلا وسهلا بك أخ مرزوق أهلا وسهلا معكم وعليكم السلام تفضلك عندي زوجة عندها مرزق سكر وعندها مرض القلب سلامتها تفضلك عندها أثنين مرض سكر ومرض القلب نعم وطلع لها سكر وطلع لها حوبة يعني تلك السكر مدلش لا تفيني مدلش وطلع لها سكر واحد فاصل خمسة ساعة ومدغش ينزل يعني مرتفع مرتفع على طول أوكي نعم هذه هي هذا هو السؤال تأتي نعم هل تعاني من وزن زائد أخ مرزوق لا لا ما عندها شوز لا نعم عندها خمسة وثمانين خمسة وثمانين نعم نعم طيب شكرا جزيلا لك أخ مرزوق تفضل بالنسبة لأخ مرزوق علاج المريضة ما مضبوط غير مضبوط لا لا طبعا لأنه عندها مرض قلب فأصبح السيطرة على السكر أصبحت جدا مهمة السكر لا يجوز يصعد إلى هذا الرقم الذي يتفضل به هذا كثير عالي فيجب أنه العلاج ما الذي تأخذه الوقت الذي تأخذه لأنه إذا مصاب بالقلب أنا لا أعرف الإصابة بالقلب هل حددت نتيجة السكر السكر طبعا أكيد هي أما السكر طبعا يعني هي سبب من أسباب مرض السكر يسبب إصابة القلب نعم وهي السكر لا لها علاجة غير مضبوط السكر عندها مرتفع الآن بالإصابة القلب في بعض الأحيان من ينصاب القلب تقل الحركة فصارت دائرية يعني القلب يتعب الحركة والحركة تزيد السكر ولذلك يجب أن يرجعون على المصدر وهو مرض السكر ويعالجوا بالطريقة الصحيحة كيف ممكن علاج ارتفاع عن نسبة السكر في الدم دكتور وفي الحبوب في الإنسلين في المريضة بالنسبة لها يعني هي ما أعرف الكمية جوز تحتاج شوية تزيادة بالحبوب تنظيم الأكل معناه تعديل الدواء التي تتناول التعديل الدواء نعم الذهاب إلى الطبيب الذهاب إلى الطبيب بتعديل الدواء لأن الدواء يجب أن تحليل قبل الأكل وبعد الأكل بساعتين بهذا الجهاز قبل وبعد قبل وبعد لمدة 3-4 أيام إهمال هذه التحاليل أو ربما الإهمال في تناول الأدوية بساعات محددة هل يؤدي إلى ارتفاع أو هبوط طبعا لأنه كيف نعرف أن السكر عندنا طلع إلى 60 أو 100 أو 170 هل هذا الدواء مرتبط بطعام يعني أنه يجب أن مع الطعام يأخذ أو قبل الطعام صحيح أكيد لو يطلع العلاج إذا تأخذه قبل الغذاء أو مع الغذاء أو بعد الغذاء يختلف يختلف دكتور حتى نكمل ما كنت بدأت به حضرتك حول وضع اللوم على المرأة في موضوع السكري وعلاج الطفل نتحدث عن الزوج والزوجة وفي هذه المشكلة والله هذه المشكلة الكبرى يعني أنه عدنا أي مشكلة تصير في العائلة تلام السيدة والسيدة هنا أيضا صار عليها ضغط كبير أولا عدنا مستوى الثقافي قليل الأمرأة محيدة يعني الأمرأة يعني في عالمنا العربي قليل ما تدخل إلى المدارس وتوصل إلى مراحل ثقافية طيبة جيدة يعني عدنا مشكلة في ثقافة المرأة علما أنه بكل تواريخ العالم العربي المرأة لها دور تدريب المرأة الدربين عشيرة قبيلة حقيقة فالمرأة عدها ثقافتها قليلة تعتمد اعتماد كل على دخل زوجها من تترك بيتها أيضا ستصير هي تحت خيمة الرجل ابنها إذا أصيب بمرض السكر هذا المرض لمدة حياة مش مصران أعوار زائدة دودية فرح يصير عليها الضغط العائلي وضغط الولد والمسؤولية وبقية أولادها هنا إذا الأب لا يتعاون فلا يجوز أن يتهم إنسان أصيب بهذه الضغط الكبير حقيقة هذا طفل ابنهم هذا ليس أحد يشتري عربية أوتو موبيل سيارة وتطلع خربانة أو غير هذا إنسان ابنهم ولذلك لا يجوز الأب أن يهرب يهرب من المسؤولية يهرب من المسؤولية وهذا بصراحة عندي تجربة كبيرة في هذا الموضوع وللأسف لدينا هذا يجب أن نثقف المجتمع أنها مسؤولية كل العائلة مسؤولية بما فيهم المريض المريض والعائلة والجيران والمستشفى والمدرسة والطبيب والطبيب إذا لا يعرف يقول أنا لا يعرف مثل ما تفضلت سيدة طلبت سؤال عن النقاع الشوكي قلت لها نحن نتكلم عن السكر يعني لا يجوز أنا مو جراح أمراض عصبية مثلا أو أنا مو جراح عيون فكل من اختصاصه وإذا نريد نحن نصير نعالج كل شيء ما لا يجوز نعم أكيد يعني أكيد لكل طب ولكل طبيب تخصص وطبعا دكتور دكتور جعفر علاوي استشاري أمراض السكر والغضاد الصماء في جامعة لندن شكرا جزيلا على حضورك معنا نتمنى أن نلقاك في القريب العاجل مشاهدينا نشكر حسن المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة